كل المعتاد تحت يعني خامات كتير بس مش عجلت القمش فحبت أنا عملها بطريقتي ووظفها ورخالها في عالم الأكسسورات بالنسبة بقى للمكلسوم طبعا انت عارفاني دايما بحب قوي جميع العصول بتاعتنا تراثية أو العصول بتاعتنا تاريخية وبحب قوي كمان الجو التمانينات والتسعينات والجو الأنوسة والنعومة فأنا من عشاء أم كلسوم وساعد حسني بحس ان هما بيمثلون بحس كده كل قطعة في قدامي بتبقى قطعة بالنسبة لي بتمثلني بتمثل مصريتي شخصيتي فبطلع فيها كل اللي أنا بحبه أخدت منك وقت قد إيه بقى أم كلسوم لو هنتكلم أم كلسوم هي القطعة بعجلت القمش بتاخد وقت كبير لأنها مراحلها كتير أقبل ما برسم الدزاين وعقبل ما بنفذ تحضيرات كتير ووقتة ولا شخصان كل حاجة ولا معاك لحد مثلا بيرسم وحد بينفل كل حاجة كل حاجة ما تبقاش بقى أنا حسيها لو هي وحدة يخش معي مش هبقى حسيها فيه إقبال من الناس يعني إحنا دايما متعودين على الأكسيسيرز العديد زي مثلا إنتي لو سافر قبتك لها النكلس دي متعودين على حاجات دي لكن الحاجات اللي هي قلب الشخصية أو مكلسوم متعودين برضو على الفساتين مثلا طلعت السنة اللي فاتت أو اللي قبلها تقريبا سكرتت وعليها شخصيات دي جديدة من نوحها فلقيت فيه إقبال من المهور جدا لقيت إقبال جدا وأنا بوريهم إزاي طريقة لبسها فده اللي بيحببهم فيها أكتر طبعا أنت تلبس على الحاجات سيدة زي ما أنت عاملة بالزبط هي زي أنا قلت برضو قبل كده إن إحنا مش لازم نجيب هدوم غالية مش لازم تبقى أماركات مش لازم براند مش لازم عايزة تقولي يعني الحاجات دي مش غالية يعني؟ عايزة تقولي الحاجات دي مش غالية؟ لا والله هي بالنسبة للحاجات اللي تحت حلوة جدا مش عايزة عارف أسعار بس يعني ممكن من كما أقدر أشتري هي في كل الأسعار عندي وحسب طلب الكلاينزي بتوعي يعني حسب كل الأسعار عندي